بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الثالث في الرياضيات لسنة الثانية ثانوي خاص بالمتتاليات رقم واحد ننصح به شعبة العلوم التجريبية والرياضي والتقني الرياضي لأنه فرض رائع حيث قال واحد نعتبر المتتالية العددية إيليان المعرفة بيليسفر يسوي لنا واحد ومن أجل كل عدد طبيعي أن إيليان زائد واحد سعين أربعة في إيليان على واحد زائد إيليان قال أحسب إيلي واحد وإيلي اثنان ثانيا قال نعتبر المتتالية فيليان المعرفة على أن بي فيليان يسعين إيليان ناقص ثلاثة على إيليان السؤال ألف قال بين أن فيليان متتالية هندسية أساسها واحد على أربعة بقال أكتب بدلالة أن عبارة فيليان ثم إيليان جيم قال أحسب نهاية المتتالية إيليان ثالثا قال نعتبر المتتالية WVN المعرفة على NB WVN تشوينا ثلاثة على ULN قال ونضع SN يشوينا W0 زائد W1 زائد W2 إلى غاية WN ألف قال بيّن أن من أجل كل عدد طبيعي أن WN تشوينا 1 ناقص VLN قال بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن SN لهذا SN يشوينا 1 زائد 1 زائد 8 على 3 في 1 ناقص 1 على 4 الكرقوة N زائد 1 جيم قال أحسب نهاية SN على N لما يقول N إلى زائد ما لا نهاية إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال أول قال أحسب إيلي 1 وإيلي 2 إذن ما علينا هنا إلا إكتابة حساب إيلي 1 وإيلي 2 هنا ما علينا أبنائي إلا أن نأتي إلى هذه العلاقة التراجعية ونعوذ نقطة نقطة كيف ما هو العدد الذي نضعه في هذا المكان حتى نتحصل لما نجمع هذه تعطينا 1 ما هو ما أره إلا الصفر هنا الصفر وهنا الصفر وهنا الصفر وهنا الصفر فتصبح لنا ماذا تصبح لنا إيلي 0 زائد 1 وهي إيلي 1 يساوي أن ماذا 4 في إيلي 0 إنها 1 على واحد زائد إيلي 0 كذلك ها هي قيمته إنها 1 تصبح لنا أربعة على إثنان ويساوينا كم يساوينا إثنان إذن نكتب هنا إي لواحد يساوينا كم يساوينا إثنان هذا فيما يخص إي لواحد نأتي الآن إلى إثنان أكيد سوف نضع هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد تصبح لنا إي لواحد زائد واحد وهي إي لإثنان يساوي أربعة في إي لواحد إي لواحد نعوضه بالإثنان فصبح لنا في اثنان على ماذا؟ على واحد زائد إلي واحد لهي هاهيق أمامكم لهي اثنان فصبح لنا كم؟ صبح لنا ثمانية على ماذا؟ على ثلاثة إذن إلي اثنان يسوي لنا ثمانية على ثلاثة فقط لو قال مثلا بعدها أحسب إلي ثلاثة لعوضنا هنا بإثنان وهنا بإثنان وهنا بإثنان وبنفس الخطة صبح لنا إلي ثلاثة يسوي لنا أربعة في إلي إثنان وهي ثمانية على ثلاثة على واحد زائد إثنان وهي ثمانية على ثلاثة ونواحد المقام ونكمل العمل فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا تلآن إلى ثانيا قال نعتبر المتتالية V لآن المعرفة على آن ب V لآن تسوينا U لآن ناقص ثلاثة على U لآن V لآن السؤال ألف قلبي أن V لآن متتالية هندسية إذن نكتب هنا العنوان أولا البرهان أن V لآن متتالية كيف هي هندسية وزاد على ذلك أساسها Q يسعينا واحد على أربعة أولا نقول تكون عفوا نكتب بالألعاب باللون الأسود إذن نقول تكون V لآن هكذا بين قوسين متتالية كيف هي هندسية إذا كان عندنا هكذا V لآن زائد واحد يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا V لآن في عدد اسمه Q وهذا Q أصلا قد أعطي لنا إنه أربعة حتى نفهم جيدا هذا هو التعريف أو نقول V لآن زائد واحد على V لآن يساوي لنا Q تعالوا الآن ننطلق رويدا 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 وعلينا أن نجد ماذا؟ نجد V لآن لهي هذه القيمة مضربة في أربع قلنا علينا أن نجد V لآن لهي هذه القيمة مضربة في هذا الربع تعالوا ننطلق من V لآن زائد واحد تصبح لنا V لآن زائد واحد تساوي إذا أتينا إلى هنا ووضعنا زائد واحد فهنا نضع زائد واحد وهنا نضع زائد واحد ما نضعه للV لآن نضعه إلى الإي لآن تصبح لنا ماذا تساوي؟ تساوي لنا إي لآن زائد واحد ناقص ثلاثة على ما ضع على إي لآن زائد واحد لم أفعل شيء ما وضعته هنا وضعته هنا ووضعته هنا لكن إي لآن زائد واحد ها هي قيمتها نعوذها هنا ونعوذها هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا إذن صبح لنا أربعة في إي لآن على واحد زائد إي لآن ناقص ثلاثة هنا على السطر على ماذا؟ على أربعة إي لآن على واحد زائد إي لآن نفكر أكيد هنا في توحيد المقام هكذا ونضرب هنا في واحد زائد إي لآن بما أن المقام أصبح موحد فاعلموا أن كسر على كسر أو كسر على كسر لهم نفس المقام أن هذا مع هذا يختزر مباشرة بقاعدة المقلوب حتى لا يقول أحدكم ماذا تفعل؟ إذن هذا وهذا قد يذهبان مباشرة بقاعدة المقلوب فماذا ينتج لنا تصبح لنا؟ تصبح لنا أربعة إي لآن ناقص ثلاثة وهذا في هذا اللي هو ناقص ثلاثة إي لآن على ماذا؟ على أربعة إي لآن لم أفعل شيء لأن هذا مع هذا قد اختزل فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه ذي لآن زائد واحد يساوي هذا مع هذا أربعة إي لآن ناقص ثلاثة إي لآن لأنها إي لآن ناقص ماذا؟ ناقص ثلاثة على ركزوا جيدا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي ولا نتعجل علينا أن نصل إلى هذه القيمة مضربة في ربع إذن وعندنا هنا أربعة في إي لآن نستخرج الربع ها هو الربع لأن هنا يوجد واحد لكن لا يظهر فقط إذن فماذا ينتج؟ ينتج أنه يساوي أنه ماذا؟ واحد على أربعة في ماذا؟ في إي لآن ناقص ثلاثة على ماذا؟ على إي لآن وهذه العبارة الدقيقة أليس هي في لآن؟ نعم فأصبحت أنه في لآن زائد واحد هذه إنها في لآن إذن نصبح لنا في واحد على أربعة إنه التعريف الذي كنا نبحث عليه ها هو أمامكم انظروا بأمامكم فأصبح الكي هو ربع نقول ومنه ذي لآن متتالية هندسية أساسها كي يساوينا واحد على أربعة وكل متتالية هندسية أساسها واحد على أربعة أو يكون محصور بين الناقص واحد والواحد ناقص واحد وواحد فعلم أنها متقاربة يمكن أن يقول أو استنتج أنها متقاربة نقول بما أن أساسها محصور ما بين هذا الكي محصور ما بين الواحد والناقص واحد لأن هذا صفة 25 ينتمي إلى فإنها متقاربة لأن نهايتها سوف تذهب إلى الصفة لكن هو لم يطلب مننا هذا الشيء بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد يأتي حدها الأول إذن نكتب هنا كذلك حساب إذن كعنوان بالرغم هو سؤال خفي لكن علينا أن نحتاج حساب V لصفر هنا لحساب V لصفر نأتي بهذه العلاقة لا تربط بين V والأي ونعوذ هنا بصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن V لصفر يساوينا الأي لصفر ها هي قيمته نصبحنا واحد ناقص ثلاثة على ماذا؟ على واحد ويساوينا ناقص إثنان إذن V لصفر كم يساوي؟ يساوينا ناقص إثنان والكي قلنا قد أعطي لنا له ووصلنا إليه إنه ربع فقط بعدما أنهينا مع هذا نأتي إلى السؤال الآخر إذن ها هو السؤال باقال أكتب بدللة آن عبارة V آن ثم آن يعني عبارة الحد العام إذن نكتب هنا باق كتابة V آن بدلالة آن نحن بما أن المتتالية بما أن V آن قلنا متتالية هندسية هندسية فإن عبارة الحد العام لديها ماذا تصبح؟ تصبح لنا V آن يساوي لنا V لصفر في كي قوة آن ما علينا إلا عملية الملء أن نصبح لنا V آن يساوي لصفر نملكه ها هو والأساس ها هو قوموا بعملية الملء ماذا يصبح؟ ناقص 2 في 1 على 4 الكل قوة آن لو قال حساب نهايتها هالي تظهر مباشرة أنها ليميت V لآن لما آن يأول إلى الزائد من أن هنا يأبناء مباشرة سفر لأن هذا الأساس محصور ما بين النقص واحد والواحد متتالية هندسية إذا كان عندها أساس ومحصور ما بين النقص واحد والواحد فاعلموا أن نهايتها تكون سفر فهي متقاربا الحوار السفر ثم نأتي الآن إلى عبارة الآن إي لآن بدلالة ماذا آن هنا نعود إلى هذه العلاقة التي تجمع بين الفي والإي لأنها أمر استنتاجي لو نستعمل الآن جداء الطرفين في جداء الوساطين هذا في هذا وهذا في هذا فماذا ينتج لكم؟ تصبح لنا في لآن في إي لآن ماذا يساوي؟ يساوي لنا اي لآن ناقص ثلاثة هذا هو الأمر نأتي الآن ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا في لآن في إي لآن ناقص إي لآن يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ناقص ثلاثة نستغرج من هنا وهنا البيع على المشترك تصبح لنا إي لآن في في لآن ناقص واحد يساوي لنا ناقص ثلاثة ومنه إي لآن يصبح يساوينا ناقص ثلاثة على لأنه في على ماذا؟ إذا قلت هكذا على V لأن ناقص ماذا؟ ناقص واحد لكن ال V لأن ها هي قيمتها نأتي بها ونضعها في هذا الموضوع ونصبح وصلنا إلى المطلوب فماذا ينتج لنا؟ فتصبح لنا هكذا نصبح لنا إي لأن يساوي ناقص ثلاثة على ناقص اثنان في واحد على أربع الكل قوى أن ثم ماذا؟ ثم ناقص واحد هذا إنها عبارة إي لأن وهي بدلالة أن فقط أبنائي بعدها نأتي الآن إلى السؤال قال أحسب نهاية المتتالية إي لأن إذا نكتب هنا حساب لمت إي لأن آن أكيد يؤول إلى الزائد من النهاية مستحيل تقول أن يؤول للنقص من لأنه عدد طبيعي ننطلق فتصبح لنا هكذا تساوينا الليميت إي لأن قلنا آن يؤول إلى الزائد من النهاية يصبح يساوي لنا ماذا الليميت الليميت هذه العبارة هذه العبارة هذه هكذا حتى نفهم جيداً لما آن يؤول إلى الزائد من النهاية لكن علينا أن نفهم أنه ليميت واحد على أربعة الكل قوى آن لما آن يؤول إلى الزائد من النهاية قلنا تساوي الصفر لأن واحد على أربعة معصور ما بين الواحد والناقص واحد الآن هذه ذهبت إلى ماذا؟ إلى الصفر فيصبح لنا الصفر في ناقص إثنان كم؟ إنها الصفر يعني هذا الجزء كلياً يذهب إلى الصفر فماذا يبقى لكم يا أبنائي بعد التعويض؟ في البسط يبقى لنا ناقص ثلاثة وفي المقام يبقى لنا ناقص واحد لأن هذا كلياً ذهب إلى الصفر فكم تعطي لكم؟ تعطي لنا ثلاثة ماذا يمكن أن نستنتج؟ ونقول نستنتج يمكن أن نقول نستنتج أن إي لآن كيف هي متتالية متقاربة نحو ماذا؟ نحو العدد كم؟ العدد ثلاثة فقط حتى نفهم جيد لأن نهايتها منتهية فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف آتي هنا بهذه العلاقة لأنني سوف أحتاجها أن إي لآن سينا ناقص ثلاثة على في لآن ناقص واحد لأن سوف نحتاجها في السؤال الذي جاء بعده لاحظوا هذه العلاقة حيث ماذا قال؟ قال ثالثاً نعتبر المتتالية WVN المعرفة على NB WVN تسينا ثلاثة على إي لآن وعندنا قال SN يسينا W0 زائد W1 إلى غاية WN السؤال قال أرف بيّن أنه من أجل أنه من أجل كل عدد طبيعي أنه WN تسينا واحد ناقص V لآن إذن نكتب هنا البرهان أنه ماذا؟ أنه من أجل ماذا من أجل؟ عفواً إذن قلت من أجل هذه القيمة ونضعها في هذا الموضع لما نضع هنا ماذا نجد؟ نجد أنه WN يساوي ثلاثة على هذه يا أبنائي نعوذها بهذه فأصبح لنا ناقص ثلاثة على V لآن ناقص واحد عندنا خط الكسر الكبير ها هو مع التساوي فعندنا كسر على كسر معروف أنه الأول يبقى هذا الثلاثة يبقى لهو الثلاثة وهذا الذي يقع هنا ينقلب فماذا ينقلب؟ لما ينقلب أصبح لنا هكذا V لآن هنا ناقص واحد على ناقص ثلاثة قلت هذا يبقى وهذا ينقلب فماذا ينتج؟ ينتج أنه هذا وهذا قد يذهب فأصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا W يساوي ثلاثة أفوا يساوي لنا V لآن ناقص واحد على هنا أحذر وأنت أقول يبقى الصفر لا يبقى لنا ناقص واحد فهذا الناقص له الحق أن يأتي إلى السطر هنا فأصبح لنا W لذي آن يساوي ناقص في V لآن ناقص واحد ندخل هذا الناقص هنا وهنا فأصبح لنا V W آن ماذا يساوي؟ يساوي أن هذا إذا ضربنا هنا كم يصبح يصبح لنا زائد واحد وهذا إذا ضرب هنا يصبح لنا ناقص V لآن وإنه المطلوب فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأكيد هذا سنف ينفعنا كثيرا قال با بيين أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن آس آن وهذا نفسه لهو الحدود المتتلئة W آن يساوي أن آن زائد واحد في ثمانية على ثلاثة في قوس واحد ناقص واحد على أربع الكل قوة نزايد واحد لنكتب هنا أولا البرهان أن ماذا؟ أن آس آن قال يساوي أن آن زائد واحد زائد ثمانية على ثلاثة في واحد ناقص واحد على أربع الكل قوان زائد واحد هكذا حتى نفهم جيد ركزوا أولا نقول لدينا ماذا نملك يا أبنائي ها هي العلاقة التي برهناها من قبل ودققوا أرجوكم إنه أمر استنتاج تخيلوا لو نضع هنا صفر نضع صفر وتصبح لنا ماذا تصبح لنا دبل في صفر يساوينا واحد ناقص في لصفر أن تخيلوا نضع هنا واحد وهنا واحد صبح لنا دبل في واحد يساوينا واحد ناقص في لواحد تخيل لو نضع هنا اثنان هنا كم نضع نضع اثنان أركزه فقط صبح لنا دبل في اثنان يساوينا واحد ناقص في لاثنان هيا ننزل يا أبنائي إلى غاية هذا لأنه أسآن وهنا أسآن فنتحدث مع أسآن صبح لنا دبل في آن يسوينا 1 ناقص V لآن تخيلوا الآن لو نجمع طرف لطرف جمعة عمودي هكذا بالجمعة طرف لمن عفوا طرف لطرف عموديا على ماذا نتحصل دقيقوا سوف نترك هذا أمامكم ولاحظوا معي أرجوكم وسوف آتي بهذه العلاقة التي نحتاجها كشاهد علينا أي كي نصل إليها دقيقوا الآن إذا جمعنا W0 زائد W1 زائد إلى WV أليس هو هذا الكلام نعم وهذا ما هو إنه S فيصبح لنا وهنا كذلك نجمع من هنا كذلك هكذا تصبح لنا S يسوي لماذا أعيد لأن W0 زائد W1 زائد جمعة عمودي أليس هو هذا الجمعة نعم وإنه ماذا إنه S يسوينا الآن نأتي إلى 1 ناقص V لصفر ثم زائد 1 ناقص V لواحد زائد 1 ناقص V لإثنان زائد إلى غاية آخر حد إنه زائد 1 ناقص قلنا V لأن ركزوا أرجوكم سبح لنا S أن يسوي ما رأيكم أبنائي لو نأتي هنا ونقول عند واحد وعندي واحد وعندي سبح لنا هكذا واحد زائد واحد زائد واحد هاكذا زائد واحد دقيقوا ثم عندنا ناقص V لصفر ناقص V لواحد ناقص V لإثنان ناقص 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 إلى غاية ناقص V لآن لأن تبقى الحدود للV مضربة كلها في ناقص انظروا ما رأيكم أبنائي لو نكمل ما زلنا لم نصل بعد دقيقوا نقطة نقطة تحت تتعلموا سبحانا S أن يسوي هذا كم فيه من مرة يوجد لنا من واحد كم من مرة يا أبنائي يوجد لنا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد كم يوجد لنا مرة يوجد لنا حسب عدد حدود هذه المتتالية عدد الحدود ماذا يسوي يسوي أن الدليل الكبير هذا الدليل وتنقص لنا السغر وتضيفنا واحد معناه آن ناقص سفر زائد واحد الناقص سفر هو آن ونضيف له واحد سبحانا آن زائد واحد معناه هذه آن زائد واحد فماذا ينتج ينتج لنا واحد في عدد الحدود عدد الحدود كم؟ إنه آن زائد واحد ثم ما رأيكم أبناء لو هذه الحدود كلها نستخرج لها ناقص نصبحنا ناقص في ذي لصفرة زائد ذي لواحد زائد ذي لإثنان إلى غاية زائد ذي لآن لاحظتم؟ لكن هذه أليس هي هي حدود مجموح حدود لمتتالية هندسية متتابعة لهي نعم أليس هذا مجموح لحدود متتابعة لمتتالية هندسية اسمها في لآن ذات الحد الأول ناقص اثنان والأساس هو ربع نعم إنه ذلك إذن فهذه هذه مجموح لحدود متتابعة لمتتالية كيف هي هندسية لهي سميناها ماذا؟ سميناها في لآن تعالوا الآن ها قد أصبحنا نقترب إلى خط النهاية فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه اس يساوي لما ننشر هذا وهذا يبقى لنا هو نفسه اللي هو آن زائد واحد وهو ظهر هذا الجزء بقينا الجزء الآخر ناقص ثم عندنا ماذا؟ مجموح متتالية هندسية ماذا تقول القاعدة؟ تقول الحد الأول للمجموع في الأساس لهو ربع قوة عدد الحدود عدد الحدود كم وجدناهم؟ ها هو أمامكم عدد الحدود دائما يبقى للمتتالي الحسابي أو الهندسية أو التراجع المهم عدد الحدود ثابت لهو آن زائد واحد الأساس قوة عدد الحدود ناقص واحد على السطر على الأساس ناقص واحد وفي بعض الكتب تجدون هنا واحد ناقص الأساس قوة عدد الحدود وهنا واحد ناقص ضريب البسط والمقام في الناقص واحد فقط تبقى العلاقة صحيحة لأن الكثير في اليوتيوب يؤ dadurch يقول يا أستاذ أنت خاطئ أو مخطئ في قانون المجموع لا ضريب البسط والمقام في الناقص لهذا أحذركم فقط الآن عندنا الحد الأول ناقص اثنان والاساس قلنا ربع نكمل الان للوصول الى النتيجة هذا نتركه يتبعنا حتى يكون شاهد على ما نفعل فماذا تصبح تصبحنا اس ان يساوي دقيقوا ارجوكم ان زائد واحد ناقص الحد الاول قلنا كم قيمته انه ناقص اثنان في الاساس لهو واحد على اربعة الكل قوة ان زائد واحد ناقص واحد المقام هنا نواحد المقام هنا اربعة تصبحنا ناقص ثلاثة على اربعة ها هو المعروف دقيقوا ارجوكم نقطة نقطة ابني حتى نصل الى خط النهاية فيصبحنا اس هكذا اذا ان يصبح يساوي لنا ان زائد واحد عندنا هذا الناقص وهذا الناقص يصبحنا زائد زائد ماذا اولا عندنا تصبحنا اثنان لا نتعجل ارجوكم وهنا واحد على اربعة الكل قوة زائد واحد ناقص واحد وتصبح لنا ناقص ثلاثة على اربعة كسر على كسر انه هذا ينقلب لما ينقلب يا ابني ان هذه الناقص هذه الاربعة تذهب من هنا وتضرب في اثنان لان المقلوب تصبح لنا ثمانية لاحظوا هذه تصبح هنا مكتوبة هنا ناقص ثلاثة يمكن ان نحذفها من هذا المكان لكن تقول القاعدة اذا نزع هذا الامر علينا ان نأتي الى هنا ونضع ماذا ونضع هكذا نكمل هذا الناقص له الحق ان يأتي الى هذا المكان يعني يحذف من هنا ويوضع هنا تخيلوا الان اذا هذا الناقص نشرناه نصرنا الناقص فقط هنا ونشرناه هنا فماذا ينتج لنا ألا تصبح لنا اس ان يساوينا ان زائد واحد الناقص اذا نشرنا ماذا يترك يترك لنا زائد الناقص دخل الى هنا يبقى لنا زائد دي معناه تصبح لنا ثمانية على ماذا على ثلاثة في هذا الناقص لما نشر الى هنا اصبح واحد واحد ثم ناقص واحد على اربعة الكل قوة ان زائد واحد وانه المطلوب انظروا بامي اعينكم قضية خواص فقط او من يريد ان يتجنب كل هذا هنا يمكن ان يقول واحد ناقص الاساس هو عدد الحدود وهنا واحد ناقص حتى ممكن يربح الوقت لكن سوف يصل بحرب الاشارات هذه فقط بعدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان الى السؤال الاخير قال احسب نهاية اس ان على ان لما يقول ان الى زائد مالا معناها نكتب هنا حساب limit اس ان على ان لما ان يقول الى زائد مالا نهاية فماذا ينتج نصبح لنا limit اس ان على ان لما ان يقول الى زائد مالا نهاية تساوي لنا ماذا تساوي لنا limit ونأتي بهذه القيمة يا ابنائي هذه وركزوا جيدا هنا نضعها كليا على ماذا على ان لما ان يقول الى زائد مالا نهاية ركزوا هنا ارجوكم هذا كله اس كل قيمة اس ان نضعها في البسط الان نقوم بالتفكيك رويدا رويدا واسمعوا لو نعود تعويض مباشر في البسط هنا كم تجدوا ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية على ما لا نهاية انها حالة دمتين كيف نزيلها ركزوا سوف نقوم الان بالتفكيك كيف نفكك تصبح لنا هكذا تساوي لكم limit لاحظوا نقول هذا ما هذا تصبح لنا limit an على an ثم هذا على هذا يعني نفكيك المقام تصبح لنا زائد واحد على an ثم زائد هذا على هذا حتى تفهموا جيدا زائد ثمانية على ثلاثة في واحد زائد واحد على أربعة الكل قوة an زائد واحد الكل على ماذا على an لما an اكيد يقول الى زائد ما لا نهاية انه عندنا واحد على an لما an يقول الى زائد ما لا هذا معروف انه صفر هذه تذهب لكم الى الصفر حتى تفهموا جيدا وعندنا an على an تصبح لنا كم واحد اذا تصبح لنا اولا اعطت لنا واحد وهذا كم انه الصفر ثم نأتي الان الى حساب النهاية هذه اللي هي كم اللي هي limit ثمانية على ثلاثة في واحد زائد واحد على اربعة الكل وان زائد واحد الكل على ماذا على ان لما ان يقول الى زائد ما لا نهاية تصبح تساوي نحن تحدثنا وقلنا ان المت واحد على اربعة الكل هو ان لما ان يقول الى زائد ماذا بما ان واحد على اربعة محصور ما بين الواحد والناقص واحد قلنا هذه تساوينا الصفر حتى ولو زدنا هنا ان زائد واحد تبقى لنا كذلك صفر فهذا اين ذهب هذا يذهب الى الصفر بما ان ذهب الى صفر دقيق فتصبح لكم هذا تخيلوا ذهب كليا تصبح لكم هذا في هذا اللي هو ثمانية على ماذا على ثلاثة ثمانية على ثلاثة تخيلوا ثمانية على ثلاثة على مال نهاية اي عدد على مال نهاية كم يعطينا يعطينا صفر إذن فهذه بما أن هذه ذهبت إلى صفر بقيت لكم ثمانية على ثلاثة لأن في واحد ثمانية على ثلاثة على آن فتصبح لنا نهاية معروفة أنه كذلك ليميت ثمانية على ثلاثة الكل على آن لما آن يؤول إلى زائد مانية معروفة أنها صفر إذن هذه نهاية كم تعطي لكم؟ تعطي لكم صفر معانها زائد صفر الآن تصبح لنا هذه واحد وهذه صفر وهذه الصفر كم تبقى لكم نهاية تعطي لنا واحد إذن نهاية نقول هكذا ومنه limit اسان على ان لما ان يقولوا إلى زائد ملانية تساوي لنا واحد فقط يا أبنائي أرجو قد فهمتم لأني قمت بالتفكيك وبالتفصيل الممل هنا تعطي لكم واحد وهنا واحد على الملانية صفر وهنا الثمانية على ثلاثة على الملانية تعطي لكم صفر أصبحت واحد زائد صفر زائد صفر لإني يقول لحدكم وأينك كيف نكتف فيه رقم الإجابة تكتبون ما شرحته هنا وما فصلت تفسير حتى تكون إجابتكم كاملة وشافية وكافية وفي الأخير أبنائي وأبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته